اجتماعات جديدة يعقدها الروس والأتراك في أنقرة وملف البحث وقف إطلاق النار الشامل في سوريا وسبل مواجهة خروقات الأسد ومسانديه لها كما تبحث الاجتماعات خطوات أكثر ثباتاً للمضي نحو الأستانة اجتماعات أنقرة حضرتها أيضاً فصائل من الحر وأوضحت أن غايتها من الحضور هو الضغط على الأسد لوقف خروقاته واعتداءاته لسيما على وادي بردة بريف دمشق أعتقد أن الجانب التركي اتفق مع الوفد الروسي على فرض عقوبات بحق منتهك اتفاقي وقف إطلاق النار كما أن مباحثات أنقرة تتناول التحضيرات الجارية لمفاوضات أستانة المزمع وعقدها نهاية الشهر الحالي عين الفيجة وبسيما وكفيرزيت محاور عود الأسد ومساندوه من حزب الله من خلالها محاولاتهم الفاشلة لاقتحام وادي بردة ليستهدف الثوار دبابة للأسد بمنطقة كفيرزيت ولتشهد هذه القرى أكثر من عشرين برميلا أدوا لدمار كبير بمركز المياه الرئيس الهيئة العليا للمفاوضات أبدت استعدادها للمشاركة المشروطة بمفاوضات الأستانة فيما تعيد انتهاكات الأسد للهدنة التساؤل عن جدوى المحادثات وشد الرحال لها لم يكن ولا في وقت من الأوقات عملية سلام حقيقية كله تضيع وقت وكله تغطية على الخيار العسكري الوحيد النظام السوري وإيران وروسيا ليس لديهم في سوريا إلا خيار عسكري فقط طائرات حربية كانت تسرح بسماء إدلب اليوم في ظل هدنة يقول المجتمع الدولي أنها سارية فيما تتلقى كل من تلعاس وسرمين قذائفها كما طالت حمام أخرى حلفايا واللطامنة بريف حما فيما تمكن الثوار من صد محاولات اقتحام جديدة لقوات الأسد في حزرما بغوطة دمشق محادثات جديدة تعقد في أنقرة فيما ينتظر السوريون نتائجها ويتساءل محللون عن جدوى الأستانة ومدى قدرة الضامنين على الضمان للقناة الإخبارية علي تباب إسطنبول